لكن القرار هذا خدم كل الناس دي لأنه نفسيا قبل حتى البدني هو خلاص حتى لو هو بدني يوقف على رجله لكن أنت نفسيا بتتهاجم ونفسيا الناس كلها زعلان منك لا يستطيع تعيش حياتك ولا تخرج ولا تروح ولا تيجي ففرق معك طبعا فمستحيل حتى لو أنت طب بدنيا أنك تعمل أي حاجة لأن أنت نفسيا واقع فلما تبعد وتبدأ تهدى فرقت بقى معها بقى فيه دوافع جديدة وناس عايزة تعوض وكلام من ده أنا بشوف أن البطولات اللي أخدها الأهلي الفترة دي كانت سببها الرئاسي هذا القرار أنا شايف كده بصراحة أنه فرقوا كتير وكمان فيه ناس خدت فرص قدرت يلقف على مستويات ناس من يكمل مني كده ففرقت معك طبعا شيخ أحمد يعني وجودك في النادي الأهلي اشرح لنا إيه اللي حصل والأمر حصل إزاي وكيف تم التواصل ومين اللي تواصل معاك والدنيا مشت إزاي لغاية لما وصلت للمجلس قدرتين الأهلي والله طبعا بعد المطش المطش السوبر المطش الأهلي والإشبرمت تاني يوم على طولك الدكتور محمد سراجة تواصل معايا وكي وبصراحة مشكورا يعني فضل التواصل معنا دايما وقال لي إن شاء الله لما ترجع للقاهرة يكون فيه لقاء في النادي ونتقابل بيك وكان دايما مستمر يسأل انت هتنزل إمتى نزلت كده طبعا كان معرفني أنه معرف الكابتن يعني لأ أول بصراحة حتى لما نزلت شعبت ذلك يعني انشغلت شوية وانسيت أبلغه ان نزلت هو بصراحة مشكورا يعني تواصل معايا وقال لي انت انزلت ولا فين وكانت لفتك كويس بصراحة هو إنسان خلوقه وإنسان على على احترام كبير بصراحة ويعني رتب لي الموضوع مع العلاقات العامة والنادي هنا دكتور سعد شلبي بدون التنفيذ من الأهلي وبعد كده جيت بقى بصراحة للنادي و شايف استقبال يعني جايبيني الصور هو استقبال بصراحة يعني كل الناس ناس من ضيافة وناس محترمة وكلهم ناس على أخلاق عالية جدا وهو ده المجلس اللي يلقب الأهلي يعني لما قبلت كابتن خطيب قال لك إيه وقلت له إيه والله أنا طبعا يعني كلناك تقبل كابتن يعني دي حاجة كبيرة طبعا مصر كلها ما تختلفش على الكابتن الخطيب طبعا كأخلاق وموهبة وكل حاجة طبعا لما توصل للحاجة زي كده انك تقبله وتتسلم عليه ده شيء محترم جدا يعني طبعا أنا يعني حتى والدي الله يحفظه يعني وتصحة دايما كان هو عنده ما فيش بعد الخطيب هو بالنسبة لك بس بعد كده ما فيش بقس كنت تقوله وتقنعه وتجيبه شمالوي من هو اقولك هو ده حتى هو كان معايا في الزيارة بصراحة اه تمام اه طبعا لما قابلته طبعا يعني شكرته على الاستقبال وعلى يعني طبعا أنا كنت شايف فيه ضغوطات في اليوم ده يوم التجديد بقى للكل كان اه ده وشك حلو في كل حاجة اه اما عشان بس كله يعرف بقى مين كان السبب اه فقابلته بصراحة قلتله حتى لا هو رحب بي والله في النادي وكده يعني لأ انت بتحس ابن السلام يعني ان كان انت بتسلم اللواء السلام اللي ترحيب فعلا او السلام وخلاص اللواء شرفي وخلاص لكن خلوقه يعني صبور وعنده لا يعني هو شخصية تانية غير يعني فمهما المقابلة معاه غير ما تسمع عنه أو كده طبعا بنشكوره على اللافتة الطيبة جدا وفي ظل الارتباطات والانشغالات بتاعته وطبعا نتمنى له التوفيق في اللي جاي كله ان شاء الله اللي